قرية بن عمر التابعة إدارية لبلدية الربطة في ولاية برج بورريج قرية تخلو من عدة مشاريع تنموية ليجد فيها المواطن نفسه يتخبط في ظروف قاسية انعدام الغاز الطبيعي في المنطقة زاد من معاناة هؤلاء مطالبين السلطات ضرورة تزويدهم بهذه المادة التي تعد أساسية خاصة في شهر رمضان السلطات المحلية ردت عن شغالات المواطنين نحن بصدد تسجيل مدرسة على مستوى هذه القرية قرية عين بن عمر بالنسبة للغاز المشروع في آخر رتوشاته جاءت مصالح سنالغاز لتجسيد المشروع إلا أنها قوبلت بعدم أخذ تسوية الطريق كما كانت عليه في الغلاف المالي عند اتصالنا بالمصالح سنالغاز قالوا أن أمتصلوا بالمديرية الإدارة المحلية من أجل إعادة تسجيل المقرر المال تهيئة الطرقات إنجاز مدرسة للأطفال والتزود بالغاز هي أحلام يرغب في تحقيقها سكان قرية بن عمر فهل ستتكفل السلطات المعنية بهذه الانشغالات البسيطة؟